إذا وقفنا في بداية هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عند حقيقة المقصود عند أهل الله عز وجل بالاستسلام لله سبحانه وتعالى في الحقيقة هذه الكلمة أو هذا النص له روافد كثير جدا وقد أرفه أنه عجيبة تعريفا على أنه ينقسم إلى قسمين هناك تسليم مطلق وهو الذي يوصل الإنسان إلى مقام التفويض وهناك تعريفات أخرى والذي يهمنا منها هو ما يطابق سؤالكم فإذا عدنا إلى التسليم المطلقي ننطلق من تسليم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل ووقع ما وقع وعندما استشار ابنه أو أخبره والخبر قال له فعل ما أمرت به وهذا هو ما شاء في قول الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله لجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين من هذا التسليم دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقام الإحسان الذي هو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه أسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو استسلم لأمر الله عز وجل ولم يكن ابنه بالذي يصيه فقال له فعل ما تؤمر به يا أبي وعطاه التوصيات التي تعلمون نعم هكذا جاء أيضا مفهومه أو منطوقه في قول الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقاء إذن الاستسلام هو الذي صاحبه يدخل معية الإحسان أو دائرة الإحسان التي هي استسلام لله عز وجل استسلام لله عز وجل في كل ما يأمر به وفي كل ما حكم به وخضى نعم يبدو في التعريف الذي أشرتم إليه في البداية فضيلة الأستاذ بأن هناك فرقا عند أهل الله بين التسليم والتفويض هل هناك من فرق أستاذ الكريم؟ هذا فيه طريق دقيقة جدا لأن التسليم هو الذي ينشأ عنه التفويض فمثلا يبقى الإنسان معلقا بمسألة طمع معين نعم ويدخل المطايق ولم يزل متشبثا بذلك الخيط الذي يطمع فيه بأن يخرج من ما وقع فيه فإذا علم أنه لا مناص واقع فيه فوض أمره إلى الله عز وجل فإذن التفويض يصبح هو نقطة التسليم للأمر الواقع والكلمتان تشتركان فيه معنى واحد يعني ألفاهم مترادفتون كما يقولون جميل أستاذ الفاضل إذا ربطنا هذا التسليم بالرضا بالرضا بالله عز وجل هل التسليم جسر للرضا بالله عز وجل طبعا هذا هو ما عرفه به الله أعلم هل القولة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه أم هي لغيره تعريفه الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعمة هذه النقاط الثلاثة أولها الرضا بالقضاء رضاء بما قضى الله تبارك وتعالى في الشأن لأنه هو الفاعل بالاختجار ثم الصبر على البلاء فيما ينزل الله عز وجل بعبده من أمور قد لا يحبها وقد تكون فيها خير لأن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم أرجع المسألة إلى علم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمه نعم إذن نقطتين الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعمة يعني كل مسألة نزلت بك من بلاء أو نعمة فهي من الله عز وجل كما قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فإذن كل المسائل يرجع فيها إلى الله عز وجل وهذا ما أشارنا إليه في بداية الكلام الرضا بالقضاء جميل أولا أهمية وما الصبر على البلاء ثم الشكر إذا رفع البلاء نشكر نعمة الله علينا التي بموجبها رفع عن البلاء نعم أهمية هذا المعنى معنى الاستسلام والتسليم لله عز وجل أهميتها أن يكون الإنسان كل أمور مسندة للفاعل بالاختيار مع عدم ترك الأسباب وعدم الاعتماد عليها فكما تعلمون ترك الأسباب معصية والاعتماد عليها كفر ولذلك جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا مع أن التسبب لا بد منه فلا يجلس المسلم ويقول أنتظر ما سيأتيني فعليه أن يتسبب وعليه أن لا يتكل على الأسباب لأن الاتكال عليها معصية والاعتماد عليها كفر تركها معصية عفوا تركها معصية والاعتماد عليها كفر نعم إذن هذا الغدو والرواح هو القيام بالأسباب فضيلة الأستاذ يعني هذا الغدو والرواح للطير هو بمثابة القيام بالأسباب تماما ليس الطير فحسب وإنما كل المخلوقات التي جعلها الله تبارك وتعالى تعيش هذا الكوكب والتي هي أمم مثلنا كما قال سبحانه وتعالى في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم مثالكم ما فرطنا في الكتاب من الشيء فكلهم له دورون وكلهم يسعى من أجل كسب عيشه اليومي لذلك نطالع مثلا عالم الحيوانات ونقتصر على عالم نمل مثلا فنجد هذا النمل له تجمعات وله تكتلات وله تعاون فيما بينه ويغدو ويروحو وهو يحمل قوته ويعمل جادا ليلة نهار لا ينقطع العمل في خلاياه أبدا نعم إذن هذا هذا الغدو والرواح هو من أجل كسب الحياة على هذا الكوكب ويتساوى في ذلك أصغر مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وإن من شيء إلا عندنا خزائن فهكذا نحن أمرنا بالتسبب من أجل الكسب والكمال على الله عز وجل لأنه في كسبنا ليس هناك شيء مضمون ولكن الله عز وجل أمرنا بذلك ونحن نعمل والكمال عليه سبحانه وتعالى إذن هذه الحركة مهما كثرت فلا تتنافى مع التسليم لله عز وجل أبدا بالعكس بل هي تسليم له سبحانه وتعالى تسليم لأوامره ونعود إلى الخطاب الموجه للبشر هذا الغدو والرواح نحن مطالبون به لأن الله تبارك وتعالى جعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا فالغدو والرواح من أجل ذلك نغدو ونروح للتعمير والكسب وكل المسائل يرجع فيها إلى تسليم الأمور لله عز وجل لأنه هو الفاعل واختياري الرازق وهو الغني وهو المغني نعم ما الذي يساعد فضيلة الأستاذ على اكتساب هذا التسليم لله عز وجل في كل الأمور هذا له مسائل ينبغي أن نضعها نصب أعيننا أو نصب أعيننا منها أولا أن نكون في المستوى الذي جعلنا الله تبارك وتعالى له فيخفض الجناح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فنكون وناس بنات نشيد ونعمل ونكسب ونتسامح ونسعى دائما لخلق ظروف معيشية تسمح لنا بالقيام بالأمور التي كلفنا بها وهذه داخلة في الأمانة التي حملها الإنسان والتي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فنحن ملزمون شرعا وطبعا بتحملها وبالسهر على تحملها في البناء وتشريد والإنماء والعمران والمخاوات بين الجميع والأخذ بأيدي الضعفاء من أجل أن يصلوا إلى المستوى الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به فنحن وهم سواء لا فرق بين أبيضنا وأسودنا وغنينا وفقيرنا إلا بالتقوى والأمل نعم جميل إذا بحثنا عن أهمية الثمار التي تنتج عن هذه المعاني الجميلة التي تفضلتم بها فضيلة الأستاذ التي تنتج بدورها عن التسليم لله عز وجل التسليم المطلق هذه مسألة جعلنا الله تبارك وتعالى خلفاء في هذه الأرض للتعمير والذي جعلكم خلائف في الأرض والله تبارك وتعالى قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فعلينا أن لا نفسد فيها بل نصونها والله تبارك وتعالى ضربنا أمثالا ينبغي الوقوف عليها منها ما هو إعجازي في تكوين المسائل وإنشائها تذكر قوله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قومون يعديلون إلى آخر الخمسة التي أسردت وكل واحدة منها تلزمون بصيانتها والسهرة على ما فيها وكلها جاءت للإعجاز في القرآن الكريم مع أن القرآن كله إعجازي نعم فعلينا دائما البناء والتشريد ونتذكر قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا فلا يمنع هذا أن نكون نعمل لدنيانا وفي نفس الوقت نستشعر أننا كلنا عبيد لله تبارك وتعالى يتصرف فينا كيف شاء شئنا أم أبينا نعم وأنتم تتحدثون فضلت الأستاذ عن القرآن الكريم آيات القرآن الكريم وضرب الأمثال فيها القرآن يقربنا إلى معنى الاستسلام بقوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلا أو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل إلى مدى يقربنا هذا جميل جميل يقربنا هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثلة في كتابه وهذا الكتاب هو الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميل وقال لنا في أول سورة من القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فنحن إيماننا بهذا أنه حق من عند ربنا ولنا فيه الدلائل العظمى ولنا فيه أيضا التحفيز على التمسك بهذه الأمثلة نعود إلى سؤالكم هذا السؤال جميل جدا وفيه تعريفات ونحن نقتصر على الأسهل منها والأبسط ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجلين هل يستويان؟ أرجع إلى الآية تجد الجواب دون أن تسأل عنه أحد كما تعلمون التشاكس هو فيه 15 لغة فيه التشاكس وفيه التناكس وفيه التغابن وفيه التخالف يعني لا يتسع المقام اللي سردها معناها اللغوي أما بالنسبة للمثل معنى التشاكس لغة فضلك معنى التشاكس هو التخالف والتنافس وكل واحد يريد أن يكون له الغبن ونعود إلى الآية ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وتشاكسون نعود إلى ما كان عليه الأصل في السابق كان هناك مماليك يكون المملوك لمجموعة من الرجال أو النساء وكل واحد يريد أن يأخذ منه حوه من العمل وهو يبقى مقسما بين هؤلاء المتشاكسين فيدعوه آخر فيقول له الثاني لا فيقول الثالث لا فيقول الرابع نعم فتكون المشاكسة بينهما في هذا الرجل الذي هو مسخر لعملهما تنازع نعم لعملهما والعمل والمزل ضرب لنا في الكفار مثلا مجموعة أو مجموعة تعبد أربابا مختلفة حجار أشجار حيوانات إلى آخره وهذا هو ما قاله يوسف عليه الصلاة والسلام يستجنان لذان كان معه يا صاحبي يستجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الغهار فإذا عد إلى الآية ضرب الله مثلا رجلا به شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا إذا كان واحد جهة واحدة لا يتساواه وواحد يتنازع فيه متشاكسون كلهم يريده لنفسه والأنانية هي طبيعة الإنسان نعم إذن في الحقيقة هذا المثل قربنا أكثر من هذه المعاني التي تتحدثون عنها فضيلة الأستاذ في هذه الحلقة المباركة تحدث الصوفية أيضا عن نوعين من التسليم تسليم لحكمه الديني وتسليم لحكمه الكوني القدري ما الفرق بين التسليمين أستاذ الفاضل؟ هذا ما شرت إليه قبل قليل هناك تسليم لا مفر منه مطلقا وهو التسليم للحكم القدري لأن ما قدر لك سيكون لك وهو أصل المسألة ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك وما لم يكن لك لن تناله بقوتك والتسليم للأمور الشرعية أو التسليم الشرعي هو ما حكم به شرعا وهذا يرجعنا إلى الخلاف الذي تعلمون أنه كان بين الطوائف في زمن ما وهو الذي لتقى فيه الأستاذ الأسفرايني مع المعتزلي فقال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشة قصة كلكم تعلمونها فقال الأسفرايني سبحانه من يفعل في ملكه ما يشاء يعني هناك تسليم فرضي لا مفر منه ولا مناص منه وهناك تسليم مصحوب بالتوفيق وهذا هو الذي جاء فيه الأبيات يا علماء الديني ذمي دينكم تحير دله لأوضح حجتي الأبيات سبعة وثمانية يعني قد لا يتسع الوقت لحكايتها ولكن جوابه كان جواب أهل السنة هذا سؤال عن مسائل سائل عظيم كذا وهو أعمال بصيرتي لني يقول ألا أن الله تبارك وتعالى عما بتوجيه وخص بدعوت هناك التوجيه جال جميع وهذا أمر حتمي محكوم به أصلا أما بالنسبة للتوفيق الذي شرعه الله تبارك وتعالى فخص به البعض ومنعه عن البعض أعذن الله من حالهم فإذا نعتبر أن الحكم الكوني هو خارج عن إرادتنا والخارج عن إرادة البشر كله والشرعي هو الذي فيه احتياري تقريبا وهذا خطأ لأنه لا يبغي أن يظلم القدر فيما فعله هو مع الإلم أن الفعل لله تبارك وتعالى وهناك هذا المكان هو الذي يكون فيه الشيء إن بلغ التماء إن بلغ كما تمام سماء إلى فلك به يتشابه الضداني هناك نقاط تتشابه الأضاد فيها يعني هذه تجرنا إلى المثل الشاية أن ذروة العقل الجنون صحيح والبيت اللي سبقت حكايته الشيء إن بلغت تمام سماء إلى فلك به يتشابه الضداني هنا تكون البعض يتشابه عليه الحكمان وهما ليس في مسار واحد هو واحد منه حكم حتمي لا مفر منه وواحد منه حكم للمخلوق فيه اختيار تقريبا نعم إذا رجعنا فضيلة الأستاذ قبل أن نختم معكم هذه الحلقة المباركة إلى التسليم هل ينتج التسليم أو يثمر التسليم سلامة الصدر عادي السؤال التسليم هل يثمر سلامة الصدر يعني هل يورث الإطمئنان في النفوس جميل هو بالنسبة للتسليم لا بد فيه أن تسلم الأمور لمدبراتها أو لمدبرها بعبارة أصحة وسلامة الصدر لعله يكون فيها معنيان مختلفان مطلقا فهناك سلامة الصدر التي هي سلامة القلب من الأمراض المعنوية التي تلحق به وهذا هو ما يسمى بسلامة الصدر أي كل أمور مسند فيها أو مسند تنفيذها أو أمرها إلى الله عز وجل وهناك سلامة الصدر التي هي من البله أو الحمق أعذنا الله من ذلك وأعذكم منه معناه معناه أن التسليم الذي هو يلحق بسلامة الصدر القلبية هذا تسليم مفروض وهو الذي يوصل صاحبه إلى بر النجاة حتى تكون أمور كلها مسلمة لخالقها وهذه اللي فيها هؤلاء هؤلاء أولئك المعدودين من الشهداء رجلون كلما توجه إلى جهة استشعر أن الله تبارك وتعالى معه في الجهة التي يقصد سواء كانت جهة لا يرغبها أو جهة يرغبها أو جهة فيها مخاطر أو جهة فيها مصالح إلى آخره يعني هؤلاء هم أصحاب الصدور السليمة لأن قلوبهم سليمة ما هو إلا الله تبارك وتعالى قال فيها إلا من أتى الله بقلب سليم وكما تعلمون الأمراض المعنوية كثير منها القلب هو مكمنه وذلك يعرف البعض الغل والحقد والحسد ب يقول فيهم الله عدم القلوب نعم يقول فيهم أعتقد أنه الإمام الجوهري الغل يا من يبتغي تبيانا أن يربط القلب على خيانا أو غدر أو خديعة والشد لذلك الرباط هو الحقد فإذن أمراض القلوب عدنا الله تعالى وإياكم منها هي التي تجعل الإنسان يبتعد عن التسليم لله عز وجل تسليما مطلقا إلا إذا حكم عليه الحكم عليه الحكم الكوني الذي أشرت إليه قبل قليل جميل هل هذا التسليم يفيد الإطمئنان والراحة للإنسان عندما يسلم أموره كلها لله سبحانه وتعالى ألا يكون مطمئنا فضيلة الأستاذ تماما هو عندما تسلم أموره لله عز وجل كلها تصبح مطمئنا في نفسك وعندما يطمئن القلب تطمئن النفس عد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الحلال الذي في آخره ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذه العضلة التي هي من الكواسب نقف قليلا ونختم هذه الحلقة معكم فضيلة الأستاذ عند قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم جميل هذه أسباب نزول هذه الآية نزلت في مخالفة وقعت بين الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعت وقيل ليس حاطب وإنما هو بن حاطب ولما تذكر اسمه فهناك كانت مكان في الحرة فكان الزبير بن العوام يسقي منه فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي وعطي لي صاحبك أو يمضي لي صاحبك لفظ الحديث لا أتذكره لأنه قال له يسقي ويمضي لي صاحبه فما كان من الأنصاري إلا أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ابن عمتك فتغجر واشو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية والآية فيها تنبيه وتذكير وتوبيخ ثلاثة أمار نعم أما بالنسبة للتذكير قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا تنبيه تنبيه نعم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه الفقرة الأخيرة هي التي جاءت فيها التوبيخ لأن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير بن العوام لم يرضي الخاصمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي وغلق الماء مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للناس كافة إلا أنه بمجرد هذه الآية التي نزلت قال للزبير هذه الكلمة وهذا يرجع فيه إلى الصحيحين بارك الله في فضيلتكم لا يسعون في أخير هذه الحلقة إلا أن نشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به في هذه من هذه المعاني الجليلة والجميلة شكرا أذكر بأنكم فضيلة الأستاذ السيدي محمد الجيلاني رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليم أوسرد ورئيس مركز الشيخ عبدالقادر الجيلاني للأبحاث الفقهية والصوفية بأوسرد صحيح بارك الله في فضيلتكم و أنتم كذلك مرحبا و أنتم أيضا مشاهدي الكرام شكرا جزيلا على حسن متابعتكم و الشكر موصول أيضا للسادة الفنيين و التقنيين الساهرين معنا في إعداد هذه الحلقة المباركة إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته